ده يخلينا نسأل سؤال هل الراجل قبل الجواز بيكون الاحتياجات وأولويات مختلفة؟ احنا ما نعرفهاش طب هل الراجل ده نفس الراجل نفس الراجل اللي أنا هتجوزه ده في الخطوبة شيء واحتياجاته شيء بعد الجواز هل أولوياته بتتغير؟ هل بيكون شخصية تانية خالص لازم أفهمها واستوعبها؟ يعني هل احنا أنا اللي مش فهم الراجل احتياجاته إيه وعايز إيه؟ وإيه الحاجات اللي بتتغير فيه؟ ولا هو اللي مش فاهمني؟ ولا فاهم إن أنا قبل الجواز شيء وبعد الجواز ليا احتياجات تانية وأهدف تانية والشخصية البنوتة اللي قبل الجواز غير اللي بعد الجواز فيه لغبطة كده يا جدعان في الاحتياجات والمفاهيم قبل وبعد قبل الارتباط وبعد الارتباط قبل الجواز وبعد الجواز بنفضل يعني بنشوف رجالة حيرانة والله الراجل عايز يتجوز أنا بشوف شباب بيجولي بيحكولي مشاكلهم يعني عايز يتجوز وحواليه كتير عارفين فيلم بولبل حيران والله النجم أحمد حلمي فاكرين الفيلم ده كان عايز الحتة دي من البنت دي عجبه فيها شخصيتها قوية والبنت دي عجبه فيها أن هي الشيك وجسمها حلم والبنت دي عجبه فيها ما عارفش إيه فهو كان طول الفيلم حيران عايز أتجوز دي ولا أتجوز دي ولا أتجوز دي أنا عايز كل التوليفة دي فهل أنت عارف نفسك طب إحنا عارفين إزاي ناخد اللي ناسبنا وطبيعة شخصيتنا فأوقات كتير قوي ما بنبقاش أصلا إحنا فاهمين نفسنا وإنت كراجل أوقات كتير قوي أنت مش عارف أنت عايز إيه صدقني أيوة أنا بقولها لك هو أنت مش عارف أنت عايز إيه وعايز إيه من البنت اللي أنت عايز ترتابط بيها عايزها ست بيت عايزها ست جميلة طول الوقت وجسمها يبقى طول الوقت بالمسطرة والمزورة عايزها نكحة ولا عايزها بيتوتية أنت عايز إيه ما كل حاجة لها حاجة كل حاجة لها حاجة أنا ليه إحتياجات أنت لو ما سددتهاش تبع العلاقة فشلة طيب كل اللغبطة دي هنحاول هنحاول نوضحها ونفهم نفسنا هيكون معايا ضيفي في الستوديو الدكتور سامح نصر استشاري العلاقات الأسرية نفهم منه أكتر قبل الجواز غير بعد الجواز والشباب عايزين إيه والرجالة نفهمهم إزاي وإزاي إحنا نبسط نفسنا برضو لأن أحيانا إحنا بنحس نفسنا ده أنا بسيطة قوي ده أنا حدية خالص ده أنا طلباتي وفاش أي حاجة صعبة وأنا ذات نفسي مش عارفة نفسي ترجمة نانسي قنقر